السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وكملين بكم على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم اجبت لكم هاد الفيديو اللي بزاف دي اللبنات كانوا طلبوا مني اني نعدل لهم شيلان وفوق منهم الحجيرات دي المصلح اليوم اعدلتكم بعد الزوقات ومع الشرح وكل شي وعلى التوابات من شري وهم وكل شي بقوا معي تالاخير الفيديو باش تشوفوا التفاصيل والشرح الكامل ومشاهدة ممتعة بالنسبة لي من ناحية دي الشيلان ما يقدروا نشريوهم انا من عندي انا من احسن نشريوهم بالجملة راكي كيكونوا الخاصين هاتو ما كيف كتشوفوا غي عشرين درهم وصافي ما قدروا نخدموا عليهم احسن من اننا نمشي ونشريو التوب ونفصلوا ونخيطوا وبزف دي الحاجة وعلى اللي مزيونا بزف هي من احسن كتمشوا عند شي محلات اللي اصلا كيبيعوا الشي لان انتو ما كتزوقوا هلوم على حسب كيفاش بغاوا وفي نفس الوقت را بالنسبة لي لو را عندو الربح وانتو ما نفس الشكل كيكون عندكم الربح وبالنسبة الحجيرة تودكشيرة كتبدأ بيدون راس المال حيتيش هو اللي كيعطيك الفلوس باش تبدأ وكل شيء وهذا كان هو اقتراح ديالي من احسن بالنسبة للحجيرة ديال مصلح وما هادو انتو ما كيف كتشوفوا الاشكال كين اللي مربعين وكين اللي مكورين على هادشكال كين اللي صغارين وهدو اللي مربعين ودابا اول زواق اللي غنبدا معاكم انبدا معاكم على الزواق اللي اذا بغيتو تعملو شي شي وريدة او لشي حاجة على التوب ديال المسلم كيفاش تخدموها وهانتو ما تشوفو الفيديو كيفاش كان ارشم الوريدة الوريدة خصت تكون عندك شي رشيمة كيف ما بغيتها انتينة وكتعمل من تحت الخرج وكتر الصمع لها على هادشكال هادا حتى كتخرج النافشل ديال المسلم بالنسبة لشيلا ديال المسلم كيلا استقع لهم الجوهر ديال المصلوح بزف وما كيزول شي باتاتا اكتر من ديال اللقطن وحاجة اخرى اللي بغيت نقولكم تقدروا تعملو اي زواقه هادي مجرد فكرة انني جبتلكم اليوم هاد الوريدة هادي وصافي وباش نوريكم كيفاش تقدروا ترشموها رشيم مساهل بالنسبة لبنت اللي ما كيزعموشي غير يزعمو حيتاش رشيم مساهل بزف وهنتو ما كيف كتشوفو كان بقان ستف غير بيدي بشوية بشوية كان بقان ستف هاد جوهر ديال بلانشا وكان بقان نضرب مره مره بلانشا عال عادية وكين واح الماكينة اخرى اللي هي خاصة بديال جوهر ديال بلانشا تقدروا تشريوها كتعمل سين درهم وكين اللي كتعمل سين سبعين درهم هاكدا وتقدروا تشريوها وتخدموا بيها كتخدموا مرتاحين اكتر بالحق بالنسبة للبنت اللي ما عندهم شي يقدروا يستعملوا غير بلانشا العادية اللي بالبوخر اللي تكون عندهم في الدر ووح المعلومة اخرى بالنسبة للبنت اذا كانت عندكم بلانشا تلصق دائما حاولوا انكم تعملوا شي طريف ديال تو و بلانشا باش ما يتحرق لكم شي الشل ديال مسلم ووح الحاجة اخرى بالنسبة الشيلان ديال المسلم اذا بغيتو تشريو التو التو برا كيعمل 20 درهم لمترو فين كيتبع كيتبع في كاسا بارطا في مدينة تنجا وهو نيتو اللي كيبيعوه بعد منو باربعين درهم او لتلاتين درهم راهو كيعمل فقط 20 درهم وكين اللي كيعملو 25 درهم بالنسبة للمترو ديال تو بدم مسلم يقدر يخرجنا ثلاثة ديال شيلان حيتاش مترو فيه مترو ويكون نص مترو على مترو كل مترو يخرج ثلاثة ديال شيلان يعني 20 درهم اتخرج لك ثلاثة ديال شيلان وهناي من بعد مكملنا الوردة ديالنا ولصقناها بزيان دابا انقدرو ونعمروها بهذا اللصق ونعملونا الكافيير ونقدرو نخدموها غير بالحجيرات ديال المصلوحة أو تاني اللي كبيرين يكونوا في شيلون أخر يا كريستال بحال هادو اللي كتشوف هادو هادو كريستال كي يعطي الزريراق القرونة الوينة هكذا اي لبسة كتلبسة كتجي معاها هادشي اللي فيه مميز هما هاد الحجيرات تدك ستيتوين رايما كي بانوشي في الكاميرا واضحين بزاف رتاهو ما فيهم كريستال والكريستال دائما كي يجي مزيون هيدا في الشيلان حيتاش اي لون نلبسة كي تعاكس ذاك الالون كي عاكس ذاك الالون وهانتو ما كيف كتشوفو كنخدمو على هادشيكل هادا وضغي يلصاق وضغي يوجد ما كي يتعطلش بالمرة وهدي هي اللي كانت الفكرة بغيتو نزيد نخدم معاكم شيزو وقت يكونوا كبارين ديال الشيلان للحضور نعملكم الشيلان ديال الحضور بالنسبة الاتمينة ديال هاد الشيلان اللي كيكونوا على هادشكل رشيمة هادو دائما كيتبعوا غاليين كيتبعوا مية وخمسين درهم مية وستين درهم حتى الميتين درهم حيتاش كي يجيوا مزيونين وكي يجيوا ورقين وكيصلحوا للحضور وبزاف بالحق النصيحة ديالي من احسن كنتو غا تعملوا رشيمة بحال هكذا رشيمة اللي كبارين ومزيونين ديال الحضور من احسن تبيعوهم من راسكم يا في انستجرام او لا في الفيسبوك تعملوا الاشار راسكم وتبيعوهم غا تربحوا اكتر دابا غا نعملوا هاد الزواقه هادي اللي غا نعمل معكم اللي بغيت تلقوا لكم من ناحية ديال هاد الزواقه تقدرو تعملوا اي زواقه كيف ما بغيتو عرفتو في شخصكم دايما تنيشوه على الحسن دائما هاد الزواقه هادو ديال جوهرد بلانشا اغلبية ما كيحتاجو شيش يرشمه شنو كيحتاجو كيحتاجو الحسن بوحدو يعني اي زواقه شفتوها تقدرو تصوروها هكذا تعملو للسكرين بحال هاد الزواقه هادي تعملو للسكرين و هتحسبوها و هتقدرو تعملو بحاله بكل سهولة اما من ناحية ديال الوردات او لرشيمه تكبارين راه هادو كدروري من الرشيمه من غير هادو كيجيو السهلين كنتو ما كيف كتشوفو عدلتا بسهولة غير بالحسب وصافي تقريبا حالشكل ديال مرمه وصافي حي تشتال مرمه كتشي بالحسب ودابعو تاني غنعمل معكم واحد زواقه اخرى اللي احتاجنا الحجيره اللي كبيره في الغص اللي مدوره هيدا ونعملو واحد المربع بالنسبة للمربع بالنسبة لبنات اللي كي خافوا ميجي ومشي مزيان او لشي حاجه هو غي بالحسب وعينك وميزانك حق البنات اللي كي خافوا ميجي ومشي مزيان يقدرو يتراسيو شي مربع ويرشموه حالي رشمت معكم ذاك الوردة ترشموه نفس الشكل على هاتشكل هذا كيف كتشوفو وتقدرو ترشمو ودابا هادي كان عوطة اللي في الوص حيتاش ما جاتني شي مع عوطة على ذاك شي كان عوطو على هاتشكل وبالنسبة اللي بنات اذا بغيتو تعملو دائرة تقدرو تشبرو بعشرة دراهم ترسمو عشرة دراهم ودورهم فوق منا اولا مثلا تشبرو شي كاس اذا بغيتو الدوارة كبيرة بغيتو مربع رسموه ورشموه بنسبة للناس اللي كي خافوا انهم يدوم مطلوقاش مثلا في حال هاتش هذا دائما ارشمو بالرشيم وصافي ودابا هنيا كيف كتشوفو عندي هنيا هادو اللي مربعين حتى هما يلسقو غير بالبلانتشا وصافي غيبا مصلح غيبا مصلح غيبا مصلح وصافي كتعملو ارقام اللي بغيتو حرف اللي بغيتو كيجوا ساهلين وحالي قلتلكم غير بالحساب وصافي وكنتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو ونكون خفيفة وضريفة على قلوبكم وكنتمنى تكونوا استفدتو واذا بغيتو نزيد نعملكم فيديو هات اكتر نعملكم رشيمات وبالحق هنا كنظن اني شرحت لكم بزف ديال الحاجات يعني جوهر ديال بلانتشا اي زواقه شفتو بغيتو تعملوها غير بالحساب وصافي وبالنسبة اللي بنت اللي ما يعرفو شي تقدروا تشبرو شي دفتر وغتعملو فيه المربعات مثلا واحد او لاجوج او لاشي اسم اسم كيف ما بغيتو بغيتو مروا بغيتو سارة كتشبار غير الدفتر وكترسم فيه وكتبقى تصفق منو ذاك جوهرات ديال بلانتشا اللي كان قول لكم وصافي ذاك الساعة كتشوفوا الحساب مش حاجات وكتطبقوها وبالنسبة اللي بنت اللي ما عندو مشي المصلوح يك بلانتشا اللي كان بلانتشا اللي ما كينا شي اللي ما عندو مشي باش يشريو ذاك اللي قلت لكم ذاك ماكينة اللي كيلسقو بيها الجوهر ديال بلانتشا اللي كيجي ساهل ما كينشي تقدروا تلسقوهم فوق الجيلاتين و تركبوهم بسهولة وبالنسبة اللي هادو اللي كتشوفوهم ما نصحكم شي مرة تلسقوهم بلانتشا بالمرة حيثش غاي تريحوا الجيلاتين ما كينسقش غاي بلانتشا بوحدو يا كتعملو شتيتو ديال الساق يا كتشبر كتتربطو بالخيطو الي برا اما غاي بلانتشا اللي من احسن حيثش هنا اللي كان بغير الحاجة الراسي ما نبغيها لكم شي تليلكم لانتشا بوحدة لا ما تعملوها شي وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ونكون خفيفة وضريفة على قلبكم وشكرا مرة اخرى وكنشكركم بززا على التعليق ديالكم وبي بيع عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله وشكرا مرة اخرى باي بي باي بي اشتركوا في القناة